إلى تفاصيل داع السوق السعودي الذي ما زال مستمرا في الخسائر عشر نقطة المئوية من التراجعات بقيمة عشرة نقاط عند الست ألاف تسعمائة وسبعة نقاط القائمة في النشاط التركز اليوم يعني ما بين الإنماء مليونين ومئتي ألف سهم ثم الأسماك حوالي أربعمائة ألف سهم يليها كل من إعمار معادن هذه الشركة التي كان لديها بعض الأخبار مؤخرا عن زيادة إنتاجها من الذهب بقيمة أربعمائة بالمئة خلال الخمس أعوام المقبلة ما زالت مستمرة بالتداولات النشطة مع ارتفاعات تصل إلى 1.6% دار الأركان أيضا تليها بالنشاط الشركات الرابحة على رأس القائمة الأسماك 6% من الارتفاعات ثم زجاج 2.5 نقطة المئوية شرقية للتنمية 1.5% يليها كل من صناعة الورق ومعادن بارتفاعات ما بين الـ 1% إلى 1.13 نقطة المئوية الحكير على رأس قائمة الشركات الخاسرة بما يقارب 3% من التراجعات ثم الغاز وينساب سلامة بالإضافة إلى شركة سبك إلى الشركات أو عفوا القطاعات البنوك على المنطقة الحمراء 10 نقطة المئوية من التراجع وكذلك بالنسبة للإسمند تراجع على التجزئة بحوالي 19 نقطة المئوية وصناعات البتركيموية ارتفاعات تقارب 10% ولكنها تعكس إلى تراجعات الشركات القيادية مشاهدين البنك الأهل التجاري متراجع نصف بالمئة سظل على تراجعات 14 نقطة المئوية الراجح مستقر ولكن سابق على ارتفاعات 16 نقطة المئوية ويبدو بأنها تدعم قطاع الصناعات البتركيموية الذي يعود للارتفاع مرة أخرى بحوالي 10 نقطة المئوية لنبقى وإياكم مرة أخرى مع السيد صالح اليحيى وهم محلل الأسواق المالية نعود إليك سيد صالح ونرحب بك من جديد كيف تقيم هذه الافتتاحية الحمراء التي جاءت بشكل طفيف الحمد لله الافتتاحية كانت حمراء لكن بالنسبة بسيطة نرى قطاع البنوك يضغط على المؤشر العام ولكن في المقابل السابق جاء ستدعم في قطاع البتركيمويات فإن شاء الله تكون التداولات في هذا اليوم سلسة وميسرة بالنسبة للقطاع العقاري ممكن راح يضغط قليلا بعد إقرار مجلس شورى لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء فإن شاء الله يكون هناك توازن بين بعض القطاعات الداعمة تقابل بعض القطاعات التي تضغط على المؤشر نرى الأسماك يحقق تقدم جيد وكذلك سهم المعادن معادن صراحة بعد إعلانه إنتاج الذهب بنسبة 400% هذا إعلان أعطى دفع قوية للشركة ويرغب لمن ينظر للسنوات القادمة لاستثمار في هذا السهم ماذا عن قطاعي التشهيد والبناء وأيضا التطوير العقاري هل سنجد نشاطا على هذين القطاعين بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع القرار الذي ينص على فرض رسومه على بعض الأراضي البيضاء التي تكون ضمن داخل المدن بالنسبة لقطاع التطوير العقاري متى ما تضحت الرؤية كاملة بالنسبة للرسوم وكيفية تطبيقها فبلا شك ذلك سيؤثر على القطاع بالنسبة للتطوير العقاري أيضا تشهيد والبناء قطاع التشهيد والبناء جميع القطاعات تدعم بعض نرى قطاع التشهيد والبناء مرتبط ارتباط وثيق مع قطاع التطوير العقاري متى سيظهر تأثير قرار مجلس الوزراء إذا قررت اللائحة التنظيمية لأخذ الرسوم من الأراضي البيضاء ولكن هناك أمر مهم لا بد أن ننتبه له وهو الاستنزاف الحاصل في الوقت الحالي بالنسبة للشركات الإسمنت من المستودعات الكريليك خاصة وأنها مرتبطة بتاريخ نهاية فهذا أيضا سيضغط على القطاع الإسمنتي معني أرى فيه بإذن الله وقوف عند مستوى دعم جيد في هذه الأيام نجد بأنه اليوم قطاع الصناعات والبيتركيمويات أحد القطاعات الأكثر ارتفاعا بحوالي نصف النقطة المئوية بالرغم من أن أسعار النفط تتأرجح بشكل كبير خلال الأيام الحالية ما بين تراجع ثم الارتفاع ووصلت إلى مصيات متدنية جدا يعني مقارنتا ببعض الأسابيع السابقة كيف تقيم هذا القطاع الآن من هذه الناحية؟ صحيح أخت مؤمنة القطاع البتركيمويات يتأثر تأثر كامل بارتفاع النفط وهبوطه خاصة أن في الأيام السابقة وصل السعر إلى سجل 41 مستوى متدني لم يصله منذ أشهر ولكن قطاع البتركيمويات بصفة عامة حاليا يحاول التماسك مع هذا التراجع وسنرى في قادم الأيام أتوقع أننا سنرى انفصال عن ارتباط السوق السعودي بهبوط البترول أبني ذلك على هبوط البترول ووصوله لمرحلة أسعار متدنية مع ثبات المؤشر العام على مستوى 7900 تقريبا لم يكسروا هذا هذا يبشر بالخير أن في الأيام القادمة سوف يتم الانفصال تدريجيا عن الارتباط بأسعار النفط ورأينا ذلك أيضا في أسعار مخزونات النفط الأمريكية أعلنت بهبوط المخزونات الأمريكية ومع ذلك لم تتعثر أسعار النفط بالارتفاع مع الإعلان الأمريكي فسنرى إن شاء الله في قادم الأيام انفصال عن ارتباطنا بسوق النفط العالمي سوف يكون للتأثير لكن لن يكون ذلك التأثير القوي كما كان سابقا نعم وأشكرك جزيلا شكر سيد صالح اليحية محلل الأسواق المالية على هذه المشاركة